لا تخف، هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ حديثنا في هذه الحلقة لا تخف، آمن فقط واحدة من أجمل الآيات اللي ممكن أي شخص يسمعها تبعث السرور والطمأنينة والسلام والهدوء في القلب وفي الضمير أيضا إحنا عايشين في مجتمع يسود الخوف الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، الخوف من الموت، الخوف من الاضطهاد، الخوف الاقتصادي، الخوف الاجتماعي على أولادنا، ماذا سيحدث لأولادنا في المستقبل ومخاوف كثيرة من مر فيها في حياتنا ماذا يقول الكتاب المقدس عن الخوف؟ وماذا نستفيد من موضوع لا تخف؟ أعزائي المشاهدين أنا أدعوك لمشاهدة هذه الحلقة وصلاة أنه ستكون في حياتك بلسم وشفاء وهدوء وسلام في حياتك اليوم أن أعظم هدوء وطمأنينة هو اختبار المسيح في الكيان والحياة عندما تقبله مخلصا شخصيا لحياتك وتتوجه ربا وملكا وسيدا على حياتك فتتبدد المخاوف فيعطيك القوة الروحية لأنه كل الأمور بتسير بتناغم وكلمة الرب لابد أن تتم والكلمة الأخيرة للرب فكل ما يحدث أحبائي الرب شايف الرب عارف وإحنا عاوزين من خلال هذه الحلقة انشجعك اليوم أنك تتحرر من الخوف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير